من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماعاً للمجموعة الوزرية الاقتصادية لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشاركة مع صندوق مصر السيدي كما ناقش الاجتماع تبسيطة وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة ملاكز خدمات المستثمرين وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً اتحت تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة